إلا أن الثورة الإعلامية التي وقعت وصار لها بالغ التأثير في الناس لما برزت هذه القنوات وهذه فكرتها مختصرا حينما رؤوس الأموال الكبرى بدأوا في إنشاء المصانع وإخراج المنتجات الصناعية أرادوا الترويج لبضائعهم فأنشأوا هذه الشركات التي تروج البضاعة ومن ثم انتقلت هؤلاء رؤوس الأموال أسسوا أحزاب وأسسوا قنوات وصاروا هم الذين يحكمون لأن رؤوس الأموال والقنوات والأحزاب هي التي تسيطر على عقول الناس وعلى سياساتهم وعلى اقتصادهم وعلى كل شيء وحتى خرجت هذه القنوات التي نراها الآن وصارت تقلب في موازين تسقط دول وتقييم دول لأن الناس تسمع الإعلام تصدق الإعلام يعني الأبيض أسود والأسود أبيض والتقي شقي والشقي وهكذا وتجعل من أكرمك الله ربما كلب تبكي عليه الدموع وتؤثر عليه بينما شعب يباد بالكامل لا يتأثر الناس وهكذا الإعلام يعب يفعله في أفائل فتأثير الإعلام شديد ورهيب وقوي جدا يعني والإنسان آتاه الله عقلا ليس كل ما يعرض في الشاشة فهو الصدق وعدل هذه وراءها أجندات وراءها دول وراءها مخابرات وراءها كذا على الأمة أن تعي هذه القضية وهذا دور هنا يأتي دور النخب والمتقفين وعلماء الدين وخطباء المساجد ونحوهم في توعية الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شخصا واحدا وقريش كلها التفت عليهم مع ذلك لما قام بتوعية الناس وبناء فكر صحيح وعقيدة صحيحة لم تؤثر فيما هذه الدعاية فنحن نحتاج إلى وعي نحتاج إلى وعي حقيقة يعني